رجعنا لكم ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام في الحقيقة زي ما التكنولوجيا لها التأثير السلبي على الشعوب وعلى كل الآليات الموجودة لها برضو التأثير الإيجابي ولكن هنتكلم على التأثير السلبي النهاردة اللي خاص بالتكنولوجيا الحديثة وهي الألعاب الإلكترونية وطبعا هنتكلم مع ده مع الدكتور شريف ناشط الدكتور طبيب وجراحة الأمراض العينين أهلا بك يا دكتور فعش الشباب أخصائي طب وجراحة ربما أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور وعايزين نعرف من حضرتك أول سؤال إيه هي الأمراض العين وخاصة أننا بدأنا في موسم الشتاء وهل لها تأثير على الأطفال وكبار السن؟ هي معظم الأمراض الشائعة في فترة الشتاء اللي خنيها دي تبقى دموع غزيرة عند بعض الناس وجفاف شديد عند بعض الناس يعني العين بيحس أنه هو عينه بتدمع كتير قوي وأنه مش شاف كويس ممكن يعني هو يستخدم المناديل بتاعته وكل الحاجات دي كله برضو ما فيش فائدة فساعتها نحن نحن نبص عليه ونشوف كيمة الجفاف العين في إيه وأنه قد إيه محتاج نحن نعالجه بقى ترطب شوية العين في فترة الجفاف الشديدة طب يا دكتور أحنا عادينا نتكلم عن مشاكل جفاف العين بالشكل الموسع وطرق علاجها هي جفاف العين ليه أسباب كتيرة يعني سعب تبقى هو أول أول سبب هو عنده جفاف العين وممكن يبقى أمراض تانية وصحبة تعمل جفاف العين فالجفاف العين يعني بيحس دائما بيحس بدموع وحرقان في عينه كتير قوي المشكلة باعته أنه هو ممكن بيحس بزرالها يحس أنه مش شاف كويس محتاج مجرد مجرد بس حط قطرة يتضبط الحاجة التانية أسبابها كتير قوي يعني ممكن يبقى أسبابها الاستخدام الكتير قوي للموبايل والتليفون واللابتوب والحاجات دي كلها الهيفي الناس اللي هاتف بشتها كتير قوي كل دا بيأثر على العين مش شكلة عين يعني نسبة البربشة بتقل قوي في العين فالعين تدمع أكتر طب يا دكتور فيه ناس لما تعد مثلا على التليفون تبربش كتير تحس باحتكاك تحس اللي هي ما عادش خلاص قادرة تفتح عينيها كل دا بسبب جفاف العين ولا مشكلة أخرى كل دا بسبب جفاف العين بس هو الاجهات بتاع الموبايل والاكتيرتونيش بيبقى عالي جدا يعني ربنا عملنا العين ان احنا نشوف بيها بعيد لكن احنا ماشيين دواتي على مسافة 30-40 سنتي فالعين كاننا مجهدة بالبوصة بسير جدا ايه يا دكتور يعني مثلا ايه المسافة هو طبعا الموبايل بيبقى هو قريب بس احنا مفهود نهدي شوية مبقاش متواصل فاصل وانرجع نواصل تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل دكتور زي مثلا لعبة الببجي الناس كتير جدا دلوقتي بتلعبها بتصهر عليها ممكن بالـ 24 بالـ 24 ساعة بيبقوا عليها ده تأثيرها ايه من ناحية العين اجهاد جدا 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 في العين اللي ممكن نبقى الشاب او اي حد يعني اعمال يلعب الجيمز دهية يجيديو صداع جامل جدا في العين ويجيديو صداع جامل جدا حيث ان هو مش طيق ان هو اخر اليوم يكمل اي حاجة بيأثر على حياته جامل الصداع والحاجات دي كلها تبقى متعبة ويفضل ياخد مسكنات وحاجات زكاة ممكن تأثر عملته وهو في الاخر امر بسيط جدا هو يهدي شوية اللعب او الاجهزة بتاعه يعني ممكن مثلا يعني حد بيلعب لعبة بابجي يوض من مثلا فترة قد ايه لفترة ايه عشان ما نوصلش الاجهد العين هو طبعا مفروض الرسمي يعني اقصىها ساعة ساعتين على الاجهزة دهية بس طبعا ده عمليا ما بينفعش فمنحاول احنا نقول للناس ان احنا ماشي يلعب بس ايه ادي نفسك شوية وقت ان انت ايه تبص على حاجة بعيدة مش طول النهار تبص على حاجة قريبة 3040 سنتي جيلك صداع اخر اليوم طبعا دكتور المسافة اللي المفروض الواحد يبعد عنها عن اي التكنولوجيا مثلا على الشاشات ايه المسافة اللي تبقى امنة للطفل والشاب لكل الاعمار هو المفروض طبعا ان المسافة اللي هي بتاعت الاراية اللي هي 340 سنتي ده المسافة اللي هي ممكنة اللي هي بتاعت تقريبا الدراع تقريبا او اقع اكتر شوية طب والشاشات الشاشات المفروض تبقى شاشة بتبقاش هيفي يعني تبقاش يعني ضلمة قوي او بيبقى برايت قوي ده هي مالك جهات جامل سواء ده او ده نسي تبقى معقولة الوسط يعني وليس يكون فيه اضاءة كويسة في القوضة الناس كتير جدا بتقفل الاضاءة الجامل جدا في القوضة ويقعد يتفرج على بتاع ده ويبقى اضاءة عالية طبعا يعني توجي عليهم تمام يا دكتور طب انا عايز اعرف من حضرتك ايه هي اسباب الامراض الشبكية وطرية علاجها عندنا امراض في الشبكية كتير جدا على رأسهم امراض الشبكية اللي هي تحتاج السكر السكر ده مرض جامل جدا بيبقى فيه نوعين منه نوع اولين اللي هو طايب 1 ده بتاع الشباب والطايب 2 ده بتاع الناس الكبار وبعد سن 40 سن بتاع الشباب ده اعنف من الممتع الكبار ايه سبب يا دكتور بتبقى طبيعة ما عندهمش البنكريس عندهم يعمل شغال كويس يعني انسولين كفاية او ما عندهش انسولين خالص فالسكر نزيته بتعرف الجسم مشكلة السكر انه هو بيضرب الجدار بتاع الاوعية الدموية بتاعت الجسم كلها ومن ضمنها الاوعية الدموية بتاعت العين فبتيت تحصل مشاكل داخل الشبكية تؤدي الى ممكن في بعض يعني في عين يعني في حاجة تلك ممكن تؤدي الى العماء وده احد اسباب العماء على مستوى العالم كله مش في مصر بس طب يا دكتور تنصح يعني الناس المريضة بالامراض دي بايه او تنصح مثلا ازاي نوكي نفسنا اللي احنا نوصل للدرجة دي هو المفروض اي مريض سكر عايفا انهم عنده سكر المفروض يتابع بصفة دورية مثلا لو كل سنة عقلي يشوف قاعة العين يشوف النظر بقوة الابصار عنده ويشوف قاعة العين يتفحص من خصائي او استشاري متخصص في الشبكية يبص على الشبكية بتاعته ويطمن انها ما فياش اي مشاكل خاصة يعني خاصة بالشبكية طب يا دكتور فيه وظائف كتير زي مثلا خدمة العملة بيطروا للعمل بتاعهم انهم ما يقضوا فترات طويلة حضرتك عايزين التأثير بتاعها وازاي حضرتك بتنصحهم الناس بتساعد من اللابتوب كتير اوي او الكمبيوتر كتير اوي برضو نفس الفكرة بتاعت الجيمز والحاجات دي كلها لازم برضو يهدي العين شوية يعني لازم من حين الاخر يبص على حاجة بعيدة من شتور النار يبص على حاجة قريبة يعني عليه تجهده فيه عدسات دلوقتي بتتحط على على النظارة بيسموها بلو كات بلو كات دي هي بتقلل شوية الإضاءة والعنكاس الأزرق بتاع اللابتوب والحاجات دي يعني بتراحل عينك شوية طب يا دكتور ايه اهم وسائل العلاج الحديث في الطب العنين هو فيه الحاجات اللي هي الجراحية فيه تطورنا فيها في الموضوع الشبكي تطورت قوي نتيجة الميكروسكوبات الجديدة اللي تظهرت والأبحاث اللي هي والأجهزة اللي هي بنفحص العين بيها تطور جدا فإننا نحن نعرف أمراض أكتر نعني نعليجها بصورة أوقع شوية ونبقى عارفين تقريبا نسبة النجاح بتالحاجة دي تنفع وليا بتنفع طب يا دكتور طبعا احنا كلنا دلوقتي في وضع كورونا كل الناس لسه برضو نكتشف المصابات الإصابات بتاعته طب هل دلوقتي كورونا ممكن تأثر بشكل سلبي على العينين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الكورونا ممكن تأثر العين هي ممكن تجيب التهاب في الملتحمة بيبقى حمار خفيف شوية بس المصاحب بوجع شوية في العين بيختفي وظهر في 24-48 ساعة يكون مختفي ما بيسبش أثر مميز أوه في العين ما شفناش حاجة زي كده لكن بيبقى فيه المميز فيها أن هي بيبقى عندها وجع شوية مع الحمار بتاع العين بس يا دكتور بيقولوا نلبس كمامة نعمل نلبس نضارة واقية هو ده بيأثر على العينين بنسبة قد إيه؟ الناس هي تحتك مع أمراض أو عينين عندهم كورونا بصفة قريبة جدا فلازم يبسوا الفيس شيلد دهوات عشان يمنع أي حاجة تأثير على العين يجي طب يا دكتور إحنا عايزين منك نصائح لكل مشاهدينا إزاي نخافز على عينيهم؟ الناس اللي هي بتستخدم الكمبيوتر وحاجات دي كان يحاولوا يقليلوا شوية الإجهات بتاع العين من الشاشات دهيت تبقى الإقضاءة كويسة جدا بالنسبة لهم كمان يستعملوا قطرة الدموع بصورة وقعية شوية في الناس اللي هي بتستخدم العدسات اللصقة برضو يفضل أن هم يجيبوها مصادر موصوك منها بلاش الأماكن مجهولة وتبقى يعني بشفطة الطبية يعني شايفين العي حادة ماشية إزاي؟ طب يا دكتور وإحنا أنا بتكلم مع حضرتك قبل ما نطلع هوا قلتلي أن الليزر اللعب اللي هي رخصة السمن دي مضرة جدا جدا للأطفال وللعين وممكن توصل لدرجة العامة فحب حضرتك تتكلم شوية عن موضوع ده يعني دلوقتي الأمهات بتستسهي اللعبة للطفل فاخدي حبيبي اتفضل اللعبة دي وهي مش عارفة أضرارها هو يبقى الطفل من دول بيبقى فرحان بالله عمال يلعب بيها ويلعب يعني يسلط الدوق ده على عين صاحبه أو ريب أو أي حد يعني فبيقى بصص في النص بالزاد فالليز ده 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 نوع من ألواب على اللايت فيه شوية الليزر بسيطة فممكن يعمل مشاكل في الشبكة يعني مركز الإبصار بالزل المشاكل دي ممكن بتبقى دامج يعني بيبقاش فيها أي حاجة نتبقاش نعليشها من تاني حصل خلل في الوظيفة بتاعت المركز الإبصار في العين نعفش نعليجها من تاني حاجة ثلاثة خيصة تقدي مشاكل جاملة جدا طب يا دكتور فيه ناس عايزة لنهي ما تلبس النظارة خالص ويجيب ليزك وتعمل كده ففيه ناس لما بيجيبه بيأثر علانية عايزين حضراك تقول لنا الليزك الطبية بتبقى بنعرفها ازاي او بنعملها فيه العدسات اللصقة دي مهمة جدا وفيه الليزك اللي هو العمليات العدسات اللصقة دي يفضل تكون من جهة موسوط منها مراكز متخصصة او دا كثرة هما لينك للمراكز دي هما اللي جيبوها بلاش اللي هي العدسات اللي بتجيب من اي اماكن خارجية خارج المراكز والحاجات دي كلها يعني لازم يا دكتور تبقى تحت اشراف الطبيب يعني لازم اجي للدكتور قبل ما اجيب عدسة لصقة اه يفضل حتى لو هي ما فيهاش مقاس نظارة يعني بلانو تبقى المفروض تبقى يعني عايزين انواحها يعني انواع العدسات اه فيه انواع كتيرة في السوق ايه احسن هم فيه انواع زي الالماني الزيز فيه انواع تانية كتيرة فيه باي ماريكس يعني فيه انواع كتيرة تبقى فيها نسبة الاكسجين بتنفس كويس او على القرنية فعني القرنية بتبقاش تعبانة بس عامة لازم فيه شوية نصايح بالنسبة للي هستعمل العدسات اللصقة بتاعته يعني دي مهمة جدا عشان كده بنلجأ للطبيب اه طبعا طب يا دكتور فيه ناس في الشتاء يعنيهم بتدمع بطريقة فضيعة جدا وناس في الصيف من الحرارة الشمس بتدمع بنفس الطريقة ويمكن زيادة حضرتك بتقولهم ايه يعني دي ايه هو في الغلب الدموع دي بتبقى اما حساسية من نتيجة الشمس او حاجة او حساسية نتيجة اي حاجة انية او بقى جفاف الجفاف بيجي اما اكستريم في الجو يعني مع اسلا برد جديد قوي او يبقى حار جديد قوي ده ممكن يؤدي الى جفاف يعني طبق الخارجية بتاعت العين ربنا عمهلنا بتجف بسرعة جدا فالانسان بحيس بدموعه جاملة جدا فلازم يشوف حل ليها النهاية تبقى مزعجة ليه جدا طيب وايه طرق العلاج بتاعتها يا دكتور اطراط اطراط العين دي مهمة جدا اطراطة بالعين وفي بعض الناس في اماكن بارة مصر بيستعاملون حاجة اسمها humidifier ده مش موجود في مصر بس يعني بيرطب الجو في القوضة طب يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك يعني السن المناسب لعمل العملية اللي هو الليزك عايزين نعرف لاني في ناس بتاعتناها تحت التمانتاشر لا الليزك يفضل بعد سنة التمانتاشر سنة يكون النموت على العين قرأ 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 لو في لسا في تغيرات لا ما ينفعش دي سيعمل الليزك طيب يا دكتور الميا اللي على العنين طبعا دي منتشرة جدا في الفترات بشكل كبير جدا ايه اسبابها و ايه طرق علاجها الميا البيضة اللي في العين معظم اسبابها نتيجة شيخوخة او يعني سن كبير شواء دي معظمة سنية لكن في بعض الامرات زي السكر ممكن يؤدي الى ميا بيضة في العين العلاج الوحيد للميا بيضة هو عملية ملاش اي حالة تانية غير عملية بينشيل ميا بيضة دي و بنحط الزر عدسة جوه العين ويفضل كل ما تكون بدري كل ما تعمل احسن طيب يا دكتور مثلا الامهات دلوقتي بقت بتشتكي انا ابني بينزل تدريب سباحة بيطلع عني حرقة جدا سواء في مثلا الاماكن اللي فيها كلور عالية وميت البحر ازاي نقدر نواكي نفسنا من الموضوع ده ويأسبابه الاول في الغالب الاسباب بتاعت البسين ده هو مشكلة ان هو الكلور الكتير اللي في البسين في بعض الناس ما بقاش مستحمله فيفضل ان هو يلبس نظارة وقية اللي هي تبقى قفلة جامل جدا محيس ان البسين ما تدخلش جوه عنيه الحاجة التانية لو هو الموضوع جامل جدا في حمار شديد او مش ميس طبعا لازم توجه لأقرب طبيب عشان يديله اطرات ترات طب العين شوية طب في موسم الصيف وطبعا الناس كلها طبعا بتروح البحر وكده برضو بيجي له ملتهابات حد جدا بيطلعوا من الماء يعني هم حرقهم بشكل فضيع الاوعية الدموية بتبقى يعني كبيرة ايه كل ده يعني ودي علاجه ايه مواصمة الناس بتبقى برضو عندهم حاسية منتيجة الملح بتاع البحر جزء تاني في الصيف بيبقى اكتر شوية هو الميكروبات فممكن واحد تجي له ميكروب جوه العين حتى لو هو نازل البحر مشكلة من نشوفها ده لازم اطلب برضو عليكم طب يا دكتور احنا عايزين يعني في فترة السنوية العامة بيجي ضعف للطلاب السنوية من كتر المذاكرة والاضاءة بالليل وبالذاتان هما فيه الطلاب بيحبوا يذاكروا بالليل اللي حضرتك تنصحهم بايه يعني هو لازم يبقى النور كويس جدا ولازم المذاكرة واضحة يعني الكتاب بتاعه يبين قوي ما هو الكتاب بباليوقتي نازل الوان احمر واخدر فبالتالي هو لو صهران الالوان بتدخل في بعض فحضرتك بتنصحهم بايه ولازم يكون لازم يكون فيه اضاءة كويسة دي مهمة جدا ميبقاش ميبقاش في حاجة ولازم يربس النظر بتاعته والكشف بتاع الشباب اللي هو او يعني مصطغرين لغاية الكبار كل ستة شهور يعني كشي يعني كشي بداره يشوف إذا كان فيه ضعف في النظر أولا في الخيتيام فقرتنا بنشكر دكتور شريف ناشد أخصاء الطب جراحة العيون بشكرك على المكمية المعلومات لحضرتك وفيتنا بيها بشكرك يا رونين شكرا بشك المشاهدين على المتابعة متابعتهم بلينا ونشوفكم على خير الأسبوع القادم سنة أربعة عصر